مباراة كبيرة جامعة الاهلي اليوم بمودرن سبورت فاز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد التقدم في هذه المواجهة الكبيرة كان لمودرن سبورت عن طريق أرنولد إيبة في ديئة 26 بعد كده إمام عشور قدر يسجل هدف التعادل في ديئة 45 وقدر بيرسي تاوي يسجل هدف الثاني في ديئة 62 بعد غياب طويل لبيرسي تاوي عن المشاركة في المباراة شارك كبديل بسجل هدف الفوز النهاردة للنادي الاهلي إلى هدف أمام حضراتكم إمام عشور أول رأسية يسجلها يمكن في حياته وبرسي تاوي أيضا برأسية نادرة بيسجل هدف الفوز للنادي الاهلي وهذه أول ملاحظة بص أنا راجل منحاز جدا جدا لمارسل كولر ما بخبيش ده يعني هتقول لي عشان المدير الفني للنادي الاهلي لأ أمام ليش دعوة هو بيدرب مين أنا نحاز للناس النجحة للناس اللي بتقدم إضافة للناس اللي بتضيف للقرة المصرية قلت الكلام ده قبل كده على منويل جوزي قلت على جوزفالدو فريرا قلت على كاللس كروش قلت كتير على مارسل كولر هتقول لي يعني إيه اللي اختراع اللي عمله النهاردة يا عم كريم أنت ليه مصمم تأفر وانت بتتكلم على مارسل كولر هقول لك هتلي كده يا فندم الهدف الأول وبعديه الهدف التانش إحنا متعودين أن في الضربات الركنية في النادي الأهلي محمد عبد المنعم يجرى هتلي بقى الركنيتين محمد عبد المنعم يجرى على القريبة ياخد الكرة يختفها بدماغه نموذج مباراة الويدات في نهاية أفريقيا الموسم قبل الماضي وده المعتاد صح كده في الفولات تلاقي محمد عبد المنعم في الركنيات تلاقي محمد عبد المنعم مفيش محمد عبد المنعم تلاقي رامي ربيعة مفيش رامي ربيعة هتلاقي وسامة أبو علي هذه الخدعة الراجل اللي بيذاكر الراجل اللي بيحفظ لعيبته الراجل اللي بيعمل خدع فنية في الملعب امام عشور هو اللي بياخد الزوية القريبة ويسجي الهدف الاول محمد عبد المنعم يخدع كل مدافعي مودرن سبورت ويسجي البرسي تاو الهدف بتاو هاتلي بقى الهدف بتاو بيرسي تاو عشان في لقطة كمان كل اللعيبة هاتلي الهدف بتاو بيرسي تاو قبل ما ترجعلي الهدف بتاو بص هتلاقي لعبة في زاوية تانية هتلاقي لعبة كلها بصت لبعضها ايه ده ايه ده المفاجأة دي ايه المفاجأة دي كلهم بصوا لبعضهم ده فيه لقطة كمان بس مش معايا والكابتن طلعت يوسف بيرفع دل اتنين ايه اللي بيحصل جارية محمد عبد المنعم خدت اتنين مدافعين وعين التالت وبرسيتاو ما عملش حتى جم هو لقى كرة عند دماغه في الجون ده شغل مين يا جماعة ده شغل مدرب محمد عبد المنعم ما كانش رايح ياخد الكرة هو كان رايح ياخد التالت متفعين معاه عشان بيرفيتاو اللي ما بيسجلش اللي نادرا يعني براسه يسجل هدف ده الهدف الاول امام عشور هو اللي على القريبة مش عبد المنعم فالطبيعي ايه ان كل اللاعبي مودرن فيوتشر راحوا على البعيدة مع محمد عبد المنعم اللي كان واقف عند البعيدة ده شغل ايه شغل مدرب ده واحد مزهقش المكسب مملش مقالش انا خلاص كده كده راجل ناجح كل يوم بيشتغل كل يوم بيذاكر المنافس فهم النهارده ان مودرن سبورت مع الكابتن طلعت يوسف هيبقى فريق صعب وبيدافع بشكل كبير جدا كعادة اي فريق بيضربه الكابتن طلعت يوسف فانا هحفظ لعبتي النهارده هحفظه بالكرات السبت احنا هنكسب النهارده يا جماعة انا متأكد في المحاضرة عمال يقولهم احنا بالكرات السبت هيه اللي هتكسبنا النهارده ليه؟ عشان بنلاعب فريق بيقفل كويس قوي ادام مدربه هو طلعت يوسف